اشتركوا في القناة ما هي أهمية مخصصات التقاعد محمد؟ في اليوم طبعا مجال البنسيا ولا شك مجال اللي هو جدا مهم بحيث انه اليوم كل فرد حسب القانون بيطلع له او يحق له ان يكون عنده كارين بنسيا طبعا احنا اليوم في شركة منورة مفتحيم حطينا هدف قدامنا هدفنا انه نزيد التوعية في الوسط العربي طبعا انا هنا كمدير طاقة ومسؤول عن شؤون الوسط العربي في شركة منورة مفتحيم اللي هدفنا مثل ما قلت مثل ما ذكرت انه نزيد التوعية عند المجتمع العربي كل فرد يحق توعية في قصة التوفيرات التقاعدية اليوم كل فرد طبعا يحق له من كل مشغل طبعا هذا القانون سنوه في سنة 2008 يحق له انه يكون اليوم لائله كارين بنسيا طبعا اليوم الكارين بنسيا هي مركبة من اشياء اثنين في عندك مركبة اللي بسموه المخصصات او المحققات المخصصات اللي هي التجموليم وفي عندك الجانب الثاني اللي هو بسموه البيتسويم اللي هي الأتعاب التعوضات بالضبط اللي هي برضو تسمى بالتعوضات طبعا اليوم كأحد الاهداف مثل ما ذكرت طبعا هذا الهدف هو جدا مهم اليوم للأسف كل موظف او كل فرد منه بحالة انه كان بين مجالات شغل بين اماكن شغل او اماكن عمل او بس يخلص شغل يتوجه اول اشي للكارين بنسيا او لصندوق التقاعد علشان يسحب كل المخصصات اللي تطلع له من المشغل طبعا هاي للأسف شبه كارثة بدي اقول لان الاشي بدر او بدر معاشنا التقاعد طبعا فيه توجه كثير للمواطنين العرب لسحب هاي فيه كثير للأسف اغلبية اغلبية الوسط العربي عندنا بحالة انه بنهي اه مجال شغله او خلينا نقول بنهي مدة شغله او لما يكون بين اماكن الشغل او اماكن العمل اول اشي بيعملوا انه بدو يسحب التعويضات طبعا ناهيك انه التعويضات برضو بالدور الكارين بنسيا اللي احنا او بالدور معاشنا التقاعد لما نوصل جيل التقاعد طبعا بس اقول لك ايها يعني انا سؤالي طب فيه برضو ممكن يكون اشخاص اللي يقولوا احنا شو اللي بيضمننا نعيش لجيل التقاعد انا بدي اسحب المصاري طب هذا حقه برضو حقه بشكل كامل وسؤال جدا ممتاز الكارين بنسيا هي بالاضافة انه بتعطينا معاش تقاعد شهري اللي هذا المعاش اليوم بحسب كم انت بتوفر لحد ما توصل جيل التقاعد فعندك جانب ثاني اللي بيسموه الرسك شو الكصد في الرسك اللي هو المخاطرة او اشياء اللي انت خلينا نقول يمكن تواجهها بحياتك او متوقع نتواجهها بحياتك اللي بهذا اليوم انت بتقدار اتشاغل الكارين بنسيا شو الكصد فعندك اشياء اثنين الكارين بنسيا بتعطيك اياها قبل ما توصل جيل التقاعد يمكننا منتصادفها مثلا اليوم اللي هو اشي كثير منتشر اللي هو قصة الوعك الصحية قبل ما نوصل جيل التقاعد مراد بتصيب الواحد حالة مراضية معينة او بسبب حادث معين اللي صاحب عليه انه يكمل نفس مستوى المعيش اللي بطلع له برضه اجرة بطلع له بحسب معايير معينة بالضبط بطلع له طبعا بحسب معاشه اللي اليوم بندفع له بشكل شهري للكارين بنسيا لصندوق التقاعد بطلع له زي معاش شهري طبعا بحسب نسبة الوعك الصحية اللي هاي زوائك الصحية وشغلة ثانية ايش ممكن تقول الشغلة الثانية هي بحاجة لاسمح الله الواحد موصلش لجيل التقاعد اليوم طبعا يسموه بنسا شيريم اللي هي معاش للورثين طبعا اجا مسراد او اتصار وزارة المالية عرفت شو يعني شيريم الورثين قصد هنا في عندك الورثين يشتقوا له اشياء اثنين واحد هو الزوجة والزوجة بواخده ستين في المية يعني بطلعوش تقريبا شو بالزبط كماذا انت عندك في الكوبة اللي في الصندوق اذا كان الفين شكل ولا خلينا نقول نص مليون شكل بطلعو هنا كماذا انت معاشك اللي كان مدفوع بحسب الكارين بنسيا الصندوق التقاعد طبعا هنا الزوجة والزوجة بواخده ستين في المية والاولاد بتقاسموا بينهم اربعين في المية طبعا مفضل اليوم كل واحد خلينا نقول بين اماكن شغل موجود او قبل ما يوصل جيه للتقاعد مفضل اليوم يتوجه لمختص ويفحصلوا ويستشيروا يفحصلوا ويستشيروا يفحصلوا ويستشيروا اليوم بالزبط اليوم احنا بمنورة مفتاحين طبعا في عنا الطاقم اللي هو للمجتمع العربي هذا الطاقم بعطيكم كل الجلسة طبعا خلينا نقول هيك الكارين بنسيا نفسها طبعا فيها كثير مصلاحات اللي هي شوي صعبة انه نفهمها فإحنا اليوم جينا طورنا الاشي وجينا عشان شكرا جزيلا لمحمد شمالي اهلين فيك مدير طاقم ومسؤول المجتمع العربي في منورة مفتاحين شكرا جزيلا محمد نخرج الان لفاصل من ثم نعود نواصل موضوع قضية اخرى كونوا معنا اشتركوا في القناة